أهلا المتابعين توفيت التكتوكوز المعروفة باسم كاتيا الشيطان القلشة بسكتة قلبية على المباشر أثناء مشاركتها لفيديو لايف عبر حسابها على التكتوك حيث كانت تتبادل أطراف الحديث مع إحدى المتابعات لتحدث الفاجعة على المباشر في البدء ظن الجميع أن الأمر يتعلق بوعكة عابرة ليتغير الأمر بعد سقوطها وغرغرتها وتوفيت على المباشر في بيتها وعرفة عن كاتيا انحرافها واتباعها الطريق الخادش للحياة ولكنها اعترفت أنها تابت لله وتوقفت عنه ولجأت للتيكتوك حتى توفر لقمة عيشها ولعل حادثة وفاة هذه التكتوكوز المسكينة تكون عبرى لباقي المؤثيرات والمؤثرين بأن الساعة لا تعرف زمان أو مكان وأن خير الخطأون التوابون فلنستغل ما بقي من حياتنا لمراجعة حساباتنا رحم الله الفقيدة وغفر لها إنا لله وإنا إليه راجعون